امريكية على الحدود الاردنية السورية بقوا اربعة وتلاتين جريح غير التلاتة اللي اتقتلوا في الهجوم للاردن طلع في بيان رسمي قال فيه ولا نعرف حاجة والارد دي اصلا مشتبعنا ولا لنا اي سيطرة عليها يعني الامريكان اللي حاولوا يشاير الاردن القصة فالاردن نزل الشيلة من على كتفه وبكده بقى التأثير امريكاني ولسه مطلوب ندور على صاحب الارد اللي مشتبع حد القيادة الامريكية المركزية كانت قالت ان الهجوم حصل على قعد الدعم اللوجستي في البرج 22 تبع شبكة الدفاع الاردنية والقعدة كان فيها 350 من الجيش وقوات الجوية مسؤول امريكاني قال انه تم اجلاء 8 جنود مصابين من الاردن ورويترز قالت ده مش اول هجوم على القوات الامريكية في المنطقة ده الهجوم 150 من وقت ما بدأت الحرب او المجزرة الاسرائيلية ضد غزة اول واحدة كانت يوم 18 اكتوبر بمصيرتين في العراء اعتقد ان امريكا لازم تتعز وتفهم وتفهم ان التحذير اللي جالها من كل الناس الصادقين ان الحرب سيمتد اثرها الى ابعاد مختلفة بيحصل قدامنا والنار ابتدت تمسك بهدوم امريكا نفسها حتى لو كان على مستوى صغير في لحظة ما سيستفيق الشعب الامريكي ويقول احنا بيحصل لنا ايه احنا ايه اللي ودانا هناك احنا بنعمل ايه هناك زي ما حصل ايام بيل كلينتون وكان السؤال اللي بيتطرح هو احنا بنعمل ايه في الصومال لما راحوا الصومال كانوا رايحين في مهمة انسانية لكن بعد ما راحوا للمهمة الانسانية قرروا انهم يتدخلوا عسكريا وقرروا انهم يبقوا مع ده ضد ده فبقى ده وده ضد الامريكان وبيحربوا الامريكان وقتها مصر هي اللي نصحتهم ونصحت الرئيس كلينتون قالت له ارجع للقاعدة بتاعتك اقعد جوا القاعدة بتاعتك اهتم بالشؤون الانسانية مش العسكرية واخد بعضك بعدها وامشي فكلينتون قال لمصر طب ما هو بالمنظر ده هيرجعوا يقتلوا بعض فقالت له مصر معلش اسبوع اسبوعين ثم تستقر الامور في الصومال وهو ما حدث واستقرت الصومال غير ان احنا طبعا عندنا جزء مارق هو الصومالي لاند جوا مصر الرئيس السيسي استقبل اتصال النهاردة من المستشار الالماني اولاف شولتس والمستشار احمد فاهمي متحدث الرئاسة قال الاتصال ناقش الاوضاع الاقليمية واتساع دائرة التوتر في المنطقة والرئيس السيسي استعرض جهود مصر لوقف اطلاق النار في غزة وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط في اتجاه تنفيذ القرارات الاممية المستشار الالماني اشاد بدور مصر البناء في المنطقة والطرفين اتفقوا على اهمية حل الدولتين كاساس لاستعادة السلام والامن والاستقرار في المنطقة برضو النهاردة الرئيس السيسي تلقى اتصال من امين عامل امم المتحدة اللو انتونيو جوتارث الاتصال تناول خطور التوسع دائرة الصراع في الشرق الاوسط وتم استعراض جهود مصر للتوصل لوقف اطلاق نار وتبادل المحتجزين وانفاذ المساعدات الانسانية وتقديم الدعم والاغاثة لاهالي القطاع خاصة من خلال وكالة الانروة اللي ضروري تحصل على دعم الاستكمال دورها الانساني الرئيس السيسي اشاد بمجهود جوتارش في انفاذ المساعدات الانسانية وجوتارش شكر مصر على دورها الجوهري في العمل على التهدئة وتقديم الدعم الانساني لاهالي غزة ده كلام مصر وامين عامل الامم المتحدة وبرضو كلام المانيا انما في اسرائيل الوضع ايه؟ اليديعوت احرنوت بتقول مجلس الحرب الاسرائيلي وافق يوم الخميس اللي فات على طلب امريكاني يسمح بزيارة وافد من الامم المتحدة لشمال غزة يعاين الاوضاع ويعرف الاحتياجات بس ما قالوش مين عايز الاحتياجات دي بعد ما تم تهجير اغلب سكان شمال غزة فالصحيفة الاسرائيلية بتقول ان هدف الزيارة انهم يعرفوا الاحتياجات عشان يسمحوا للسكان انهم يرجعوا للشمال حسب الطلب الامريكي وبرضو محدش قال هم مين السكان اللي هيرجعوا وزير الدفاع الاسرائيلي يواف جالنت اشترت على الوفد زيارة البلدات الاسرائيلية القريبة من غزة اولا قبل ما يروحوا لشمال غزة واكدوا ان الموافقة على الزيارة مش معناها السماح بعودة السكان لشمال القطاع حاجة غريبة جدا قالك فيه شرط كمان هو ان يبقى فيه ممثل امريكي يشارك ضمن الوفد حسب الصحيفة الاشكالية في الزيارة هي الترتيبات الامنية وتأمين الوفد اللي هيروح ومين الجهة اللي هتأمنه كده بجد هارستي فلسطين في شمال غزة مفيش وفد اممي جاي من اسرائيل رايح في الشارع اللي غراهم مين يأمنه الجيش الاسرائيلي ممكن المارينز الامريكاني جايز بس سؤالي هو هيأمنه من مين هو فيه حد هناك غير جيش الاحتلال دلوقتي ولسه اللعب شغال على كبير وكمان وزراء في الحكومة الاسرائيلية وعضاء كنسة طرعوا في مسيرة في القدس بالطالب بإعادة توطين الاسرائيليين في غزة بيتظاهروا مع مين ضب مين عشان يطلبوا ايه برضو اهو كله شغال في نفس الكفتة اللي شغالين فيها عايزين يوسعوا المستوطنات اللي في الضفة برضو وبكده موضوع تأمين الوفد بقى مفهوم اكتر والله رأيكم ايه المسيرة اعادلت الاستيطان في غزة شارك فيها بوزرة من عينة ابن الغفير وصمت رج وصمت رج وصمت رج